السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس علاء الدين الإردواز الفدي لتكييف الفيديو التوضيحي لقالية وكيفية رفع الستاتيك بيريشر الخاص بمكيف فوجي إلكتريك طبعا ده مكيف كونسلد تلاتة تن ستة وتلاتين أو أربعين موديل أربعين فالفيديو ده بنوضح لكم كيفية رفع الستاتيك بيريشر للمكيف الكنسلد المخفي مركة فوجي إلكتريك طبعا أولا ده طبعا المكيف في وضع التشغيل زي ما احنا شايفين عارفين احنا السرعات الخاصة بالمروحة احنا لو حابين نزود السرعات ونزود الستاتيك بيريشر الخاصة بالمروحة نظرا لزيادة طول الدكت في المكيف رقم واحد سيتم مفصل المكيف تمام ويتم الضغط على طبعا عندنا هنا زر اللوتن بيريشر الهاي تم بيريشر مع الفان يتم ضغط على الثلاث زراير زي ما احنا شايفين كده لمدة خمس ثواني طبعا هيظهر معانا الكود نمبر اللي على اليمين واللي على اليسار هنا بالنسبة لي الزيرو ده هنيجي من على زر الزر ده ونضغط نجيبه على الكود رقم واحد وعشرين تونتي وان تونتي وان ده الكود نمبر الخاص به الستاتيك بيريشر وبالنسبة للزيرو زيرو نخليه على رقم تلاتة زيرو سري تمام زيرو سري ومن ثم نضغط على بعد كده احنا انتهينا من رفع الستاتيك بيريشر للمكيف نضغط على الطايم ست طايمر ست لمدة خمس ثواني لغاية ما يثبت الزيرو سري وبعد كده يتم فصل السيركيت بريكر القاطع الخاص به المكيف لمدة 3 دقائق والتشغيل مرة اخرى يبقى احنا كده تم زيادة ورفع الستاتيك بيريشر الخاص به مروحة الوحدة الداخلية للمكيفات الكونسلد المخ في مركة فوجي الكترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي المهندس علاء الدين الاردواز الفدي للتكييف اشتركوا في القناة